حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقططع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا أقططعه توقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة